شعب تونس العزيز كانوا المفروض أن نخرج نحكي لكم على المستقبل ورؤيتي وبرنامجي والحلول التي نقترحها لتخرجوا تونس من الأزمات التي تتخوط فيها والتحديات التي توجهها والقضايا الحقيقية المطروحة علينا قدوم قضايا كم المعيشة تونسة التي لم يعدها خلطية قضايا كم الميزيريا والفقر التي يستفحل قضايا كم البطالة التي يمسط أكثر من نصف الشباب العطش والمشكلة المياه الاقتصاد المنهار والتي يحابس تقريبا انتشار الفساد واستفحاله العشوائية كل هذا حبيت نحكي فيه معكم ونحكيوه في الحروب لكن مفروض علي اليوم نحكي لكم حاجة اخر نحكي لكم على الشابة التونسية عمرها 24 سنة متخرجة من كلية الصحافة شابة تونسية حلمت بتونس مخير تحمست بعد 25 جويلية وساهمت في تأسيس حزب معارضة حزب يؤمن بالكفاءات وبناء الحلول البناء التونسية هذه اسمها سيوار البرجيو سيوار صدقت انه بعد الثورة يمكنها المساهمة في بناء تونس جديدة تونس اللي نحن مباهة تونس اللي رأيتها عالية امنت كي قالوا لها انه بلادنا تعطي فرصة للشباب وصدقتهم صدقت انه الشباب ينجم يساهم في العمل السياسي وعندها عامين تخدم وتحاول تقنع في الشباب وتشجحهم باش يدخلوا ويساهموا في الحياة السياسية نهار 21 قوت نهار مش مش تنساه سيوارك ولا عائلت سيوارك ولا الناس اللي تعرف سيوار عن قريب نهار 21 تم الإذن بإيداع سيوار البرجيو في السجن تعيين زي شلسة في إجراءات سريعة وغير مسبوقة وكأنها تمثل اختر على البلاد سيوار ذنبها انها اختارت مرشح تعرف وعندها فيها التاقة وتوسمت فيها الخير وطوعت كيفها كيف برشا شباب في حملة لمة التزكيات في المصيدة كانت تدور من نهج لنهج ومن دار لدار رغم السخانة رغم حالاتها الصحية اللي كانت مش في أحسن حالاتها والتعب صبر وضحر باش تساهم في نجاح مشروع امنت به في تونس اليوم واضح انه فم مشكول ما يساعدوش انه الشباب ياخذ المشعب ويفوق بلاستو ويلفق تهم كايدية تهم الكايدية هذي اكدها فريق الدفاع اللي نحب نشكرهم وبالمناسبة نحب نقول لهم لانتوما صوت الحق وصوت الدفاع على تونس وعلى اللي قاعد اليوم صاير في تونس تهم السوار هي افتعال تزكيات والاعتداء على معطيات شخصية فريق الدفاع اكد براءة سوار وانا شخصيا معرفتي بها النزهر ما كنتش نحب نحكي على التذيقات اللي تعرضت لها وقت تجميع التزكيات اللي انا سميتها مصيضة التزكيات والهرسلة اليومية اللي تعرضوا للمطوعين خلال كل المدة متع تجميع التزكيات واليوم نعلمكم ان اهم نشاطه قوم به كمترشح نهائي بصفة بيتة قانونيا للانتخابات الرئاسية هي الزيارات اللي نقوم بها من مركز المركز من مركز تحقيق المركز تحقيق مرة في سيد حسين مرة في جاندوبا في غردي مارك مرة في سليانا معناها جولة وحملة تحقيقية مش حملة انتخابية والله واعلم الوقتاش باش تتواصل اليوم المعركة معركة حرية ومعركة ضد الظلم باش ما عادش تتظلم حتى تونسي في البلاد وفي المستقبل عليش ابنية كما سواك تلقى روحها في الحبس تمثل حلمتها اختر على التوانسة حلمتها انه نلغيه المرسوم عدد 54 وما يبقاش سيف مصلط على الكلمة الحرة وعلى الرأي الحر هذا اختر؟ حلمتها انه ما يكون في تونس حتى سجين سياسي ولا صحفي ولا مدون وراء القضبان حلمتها انه نخرجه من الوضع المتردي الي عايشينه بالانجاز وبالعمل وبالبناء مش بالوعود الوهبية الاجراءات الاخيرة ضد فريق تجميع التزكية والتضييقات ضدي الهدف منها هي التضييق والتعطيل والالهاء باش ما نحضرش حملتي الانتخابية كما يبزل غايتهم تشويهي والمس من صمعتي خاطر ما لقاوا حتى مدخل يمس من ضافتي وعلى من نزاهتي غايتهم تشويه الفريق اللي معايا وها غايتهم تخويفهم وتخويف الناس اللي زكاتني والناس اللي باشتخدم معايا الحاملة اما نقول لهم تهنيو تهنيو خاطرنا قارين حساب لكل شيء وما نشبش لغب واحنا ما نخالفوش القانون ونخدموه اكثر من القانون نخدمو في اطار الاخلاق في اطار الشرف بالمناسبة نحب نوجه رسالة واضحة رسالة واضحة تحب نقول اللي رأوا محاولات الاضعاف اللي نتعرض لها واللي تمس من حقوقك مترشح للرئاسة اراني مهيش مش ضعاف اراني باش نواصل ومانيش باش بتراجع على خاطر اليوم العايشي زمان خلق امل عند التوينسة وهز التوينسة الحلمة كبيرة والتوينسة اليوم ولو ممنين انه امكانية التغيير اصبحت ممكنة واصبحت واقعة اكثر من اي وقت مدى التغيير بالصندوق وبالانتخاب وانا مانيش باش نخذلهم لان المسألة مسألة وطنه ومسألة مستقبل شعب كامل اصبحت الحرية والديمقراطية عنده جزء من هويته انا متمسك بخيار التوينسة خيار الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان وان كل تونسي يعيش بقدره وكرامته في بلاده انا عايشي بن عبد الحميد زمان المرشح الوحيد اليوم اللي يتعرض للهرس له للطبيقات لانه المثل بديل وطني بديل حقيقي وعندي مشروع للتغيير المشروع هذا تجاوب معه جزء كبير من التوينسة وتجاوبه بكل ايجابي مشروع ممن بيه وكي نناضل من اجل بكل شرف وبكل مسؤولية رغم كل شي صار وكي نواصل حملتي بكل ثقة في النفس وبكل شجعة وبكل عزيلة كي نواصل حملتي وسط التوينسة ومع التوينسة وانا مستعد لكل الاحتمالات على خاطر تونس وعلى خاطر بلادي حتى لو اخذيه قرار بسجني ودخولي للحبس انا عندي ثقة في التوينسة عندي فهم ثقة باش هم يقوموا بالحملة ويشاركوا بكثافة في الانتخابات ويكملوا حملة نقلبوا الصبحة ونحقوا التغيير اللي يطلقون حلمتي من اجل التغيير هي حلمتكم وحلمت كل شخص يحب تونس ويحب نجاحها ويحب يصير تغيير شامل لكنه تغيير هذا بعيد على التشفي وبعيد على الظلم حلمت الكرامة والعيش الكريم هذه الأمانة اللي تحركنا تحركنا الناس اليوم المسألة ما عادش تتعلق بترشحي الشخصي بل تحولت الى قضية وطن وقضية شعب يحب يتنفس قضية شعب يحب يتنفس الحرية ويحب التغيير ويحب يشوف بلاده في العلاد